وبننتظر قضية تانية بإذن الله يوم الجمعة 27 تسعة ولكن المكسب الرابع أليو ديانج بعيد تماماً عن المشاركة وما بيشاركش بشكل أساسي وحتى كانش بديل لفترة طويلة جداً مبارح أليو ديانج بينزل مكان مروان عطية من الدقيقة كام؟ من الدقيقة 74 لعب ما يقرب من حوالي 22-23 ديئة زبط نص الملعب الدفاعي مع أكرم توفيق ولما خرج إمام عشون ونزل أفشا وكمل الجزء الهجومي حسيت إن فيه روتيشن ونص ملعب بالفعل أقوى لعيبة خط وسط ملعب في مصر هو لعيبة النادي الألي أليو ديانج اللي الكلام بتقال كتير وممكن ينتقل يعني في حال حسم الدوري مبكراً وفيه عروض ومش عروض والكلام ده كله بينزل إمبارح بيقدر بشكل كويس بينزل إمبارح من هو بعيد تماماً لكن بيقدر بشكل كويس ده معناه إيه؟ إن الأهلي ما عندهش أساسه واحتياطه الأهلي عنده فريق كامل متكامل يقدر ينافس به على الدوري وينهي المسابقة كمان مبكراً أنا بقول لكم الأهلي كان داخل رهان كبير جداً من بعد ما تشت ترجي سيب الأهلي عنده مؤجلات كتيرة إحنا نلعب وندغط الأهلي ونكرر نفس الكتالوج والسيناريو اللي حصل من سنتين ولكن تتفرج 12 انتصار متتالي للنادي الأهلي فرقة بتحتفل بانتصارات متتالية ولكن نسي إنه لسه ملعبش الأهلي نسي إنه لسه مواجهش بطل الدوري نسي إنه لسه مواجهش وملعبش مع بطل إفريقيا فالانتصارات المتتالية إمتى تحتفل بيها؟ لما تخلص مباراتك مع النادي الأهلي وممكن تحتفل ولكن بعد صفرة النهاية ولكن أثناء المباراة صعب تحتفل ولسه المباراة في الملعب الإيجابية الخامسة أو العنصر الخامس كريم فؤاد هل كان حد يتخيل في ظل غياب علي معلول أن كريم فؤاد الباك رايت أو الهف رايت ممكن يلعب ويتقلق ويوجيد في مركز الزهر الأيصر أكثر المتشائمين ما كانوش يتخيلو ده والناس كتير قالت تفين كريم الدبيس ده كريم الدبيس هيوصل في مرحلة ممكن يكون موجود مع المنتخب الأولمبي تفين أحمد نبيل كوكا عندك دهية اسمه برس الكولر ليه؟ عارف أن في لحظة من اللحظات في لعبة مهمة ممكن في السن الأولمبي تكون موجودة مع المنتخب الأولمبي فبحضر نفسه من بدري لا اعتمد على كوكا ولا اعتمد على كريم الدبيس ولعب بكريم فؤاد مباراة وراءة تانية ماشي بشكل كويس ومبارح كان صمام أمان في مركز الزهر الأيصر ولا قادر تشوف فيستون مايلي ولا قادر تشوف فخر لقاي ولا وليد الكارتي كان ظاهر ولا نص ملعب برمتز مبارح كان موجود في الملعب مبارح كانوا مش ظاهرين في الملعب لعبة النادي الأهل كانت رجالة من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة حاجة تانية حلتك كلمنا على كريم فؤاد وعلى ديانجي وقفشة وإمام عشور وحسين الشحات مبارح بيلعب معاك في مركز ظهر الأيمن مين لمحمد هاني ولا عمر كمال ده خالد عبد الفتاح اللي جاي من بعيد خالد عبد الفتاح اللي جاي من بعيد وأي جهاز فني ممكن يجيله توطر كده وارتباك في المشهد لما يلاقي عمر كمال يوم المباراة الصبح بيخرج من المعسكر نتيجة نازلة معاوية ألف مليون سلام على عمر كمال عبد الواحد فالناس تقولك ممكن يبقى محمد هاني ولكن كولر بقولك دهية دهية فلسافة جديدة وأداء جديد وأداء مختلف الرجل بصراحة بحق أرقام وإنجازات يعني نقدر نقول بيقرب بنسبة كبيرة من أرقام منه والجزء يلعب بمين بخلق عبد الفتاح يلعب مين بظاهر الأيسر كريم فؤاد ياسر إبراهيم المتقلق نتيجة إصابته دفع برامة ربيعة ماشي بشكل كويس مع عبد المنعم طبيعي جدا تحصلها فوات دفاعية طبيعي جدا ولكن في النهاية الأهل قدر في النهاية يعمل إيه يكسب نص ملعب قوي في تشكيلة أساسية أكرم توفيق اللي جاي من بعيد بقى له فترة بقى أساسي مروان عطية إمام عشور إمام مستوى رجع شوية والنحية البدنية أو الفنية جات في الجزء الأخير محتاج تعمل روتيشن نزل أفش شلت مروان نزلت ديانج عايز تغير في النحية الجمية في ظل غياب مين في ظل غياب كهرباء رحيلة مودست عدم موجود أحمد عبدالقادر في التشكيلة الأساسية دفعت بحسين الشحات المتقلق لبلعب أيمن أو أيصر أو ممكن يلعب تحت رأس الحربة وسام أبو علي عشر أهداف في فترة زمنية وصيرة جدا وبينافس على لقب هداف الدولي طاهر محمد طاهر يمبارح كان عمل جيم دفاع على أعلى مستوى كان ليه دور دفاع بصوا الفكرة مش تلات نقاط وفوز على بيرامدز أنا قبل المباراة قلتلكوا على فكرة الأهل كعب وعالي على بيرامدز وقلتلكوا من الضغط العالي هيكون على بيرامدز بيرامدز اللي محتاجي يكسب الأهل مش الأهل اللي يكسبه عدد المباراة المؤجلة مع فرق النقاط يدي الأفضلية للأهل ونلعب بأرياحية ولكن تبصوا على المباراة كل العناصر دي شوفناها مبارح في التسعين دي عشان جدى الأهل يقدر ينجز ويفوز بالمباراة ولكن